خمس سنوات ما أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الإنجازات كثيرة جداً لكن لو أتكلم بأهم التحديات التي كانت موجودة قبل أنه مثلاً نتكلم عن موضوع السكان كان لدينا مشكة السكان عمرها 20 سنة لم نستطيع لحلها والمواطن ينتظر حتى يحصل على القرض أو الدعم السكني 15 عام تقريباً مستوى نسب السكان لم ترتفع دائماً ما بين 40-50% قبل الرؤية كانت 47% رصد مثلاً لها في عهد الملك عبد الله رحمه الله 250 مليار ريال سعودي في 2011 في 2015 لم يصرف من هذه 250 مليار إلى فقط مليارين ريال ولم تستغل ولم تتمكه ذات السكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع الأرض بسبب رئيسي أنه مركز الدولة ضعيف للغاية الوزارات جزر متفرقة ويوجد سياسة عامة فما يقدر ينجح وزير الإسكان بدون ما يكون فيه سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، البنك المركزي، المالية، سن التشريعات، القطاع الخاص إلى آخر فهذه 250 مليار رجعت الخزينة، صرفت ميزانية سنوية لكن نتاج ذلك ارتفع نسبة الإسكان من 47% إلى 60% فقط في أربع سنوات وهذا يعطيك مؤشر لأين نحن متجهين نمو الاقتصاد في القطاع الغير نفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة لما كابيا السعودية نرى في الربع الرابع في 2019 أن نمو الاقتصاد الغير نفطي بحجم 4.5% ولو لم تكن الجائحة في 2020 كان استمر حتى توصولنا إلى أكثر من 5% في القطاع الغير نفطي سوف نعود إن شاء الله في العام هذا والعام المقبل إلى نفس المستويات ونزيد في المستقبل البطالة أيضاً في بداية الرؤية كانت البطالة تقريباً 14% في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11% وكسور بسبب الجائحة طبعاً ارتفعت البطالة كنا أفضل سادس دولة في الجي 20 أداء من ناحية البطالة ونرى الآن في الإعلان الأخير للربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12% وسوف نكسر حاجز 11% إن شاء الله في العام الحالي وصولاً إلى 10% وكسور حتى وصولاً إلى 20-30% إلى 7% الإرادات غير نفطية ارتفعت من 160 مليار إلى تقريباً 350 مليار ريال سعودي السجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيام حتى استخرج السجل كثجاري تمر على أكثر من سجهات حكومية اليوم الإلكتروني استخرج في نصف ساعة الاستثمارات الأجنبية تضاعف ثلاث مرات تقريباً أو أكثر من 5 مليار ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً السوق السعودي كنا عالقين من بعد الأزمة الأخيرة ما بين 4 ألاف نقطة إلى 7 ألاف نقطة الآن تعدل 10 ألاف هذا يدل أن القطاع الخاص بدأ ينمو فالأرقام كثيرة جداً فيما تحقق في الأربع سنوات الماضية قد استغرق وقت طوي جداً لشرحها لكن إذا حبيت تسأل في أي قطاع معينة أنا جاهز موسيقى